السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير الاقتراح الناديل هاد النهار غد يكون البريوش او لا القراشل بمدق البرتقال يجيو رائعين من السمين بواحد الطريقة ما تخيلوهاش معايا اخواتي خفا او هاشاشا ف هاد البريوش هادا الوصفة اللي تولي معتمدة عندكم ان شاء الله حضروها لقوتي او لا الفطور الصباح كي حمقوا هاد البريوش هادا بمدق البرتقال مصفجين خليكم معايا اخواتي من الولتى الاخير نشوفوا مع بعضياتنا الطريقة ونمراحل لتحضير هاد البريوش هادا اللي اكتر من رائع سنحتاجوا في المكونات ديال العجين هنا يا 500 جرام ديال دقيقة رطب او لا اه دقيقة الخاصة بالحلويات نوعية بزيالة بطبعه الحال كان غرب له سنعجن انا هاد البريوش او لا هاد القرص هادو سنعجنهم في العجانة ممكن تعجنو حتى في القصرية او اللف يعني هكافش بانيو ولا شي حاجة المهم سنشوفوا معايا الخطوات باش سنحصلوا على بريوش اللي هو زوين سنضيف احبو حده ديال اللبيض كشور ديال البرتقال او ديال الليمون هو هادا وعندي كاس ديال العصير البرتقال وعندنا نص كاس ديال زيت نباتية اربع كاس ديال ماء الزهر الملح ضروري منها لتصحيح الضوغ ولو انك يكون عندنا بريوش او لغرس اللي كيكون حلو ضروري العجين ديالنا نديرو فيه الملح عندي هنا اياه نص كيس ديال سكرسا منسا عفوا بزهرة البرتقال عندنا معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية او لا الخميرة معجونة وكتبقاء على حساب الجو بالنسبة للسكر وضعت اخواتي في البداية نص كاس ديال سكر سانيدة او سكر حبيبات وهنا عندي ازرارة خليط ما بين النافع حبة حلاوة والزنجلان يعني واحد الكميشة او لواحد الحفنة ديال هاد ازرارة اللي بغا تديرهم في الوصفة اللي بغا تكتافي غير مدق البرتقال تكتافي غير هوية كي يجيو لدادين يعني من السمين سواء غير بالقشور ديال برتقال وممكن كنديرو فيهم حتى هد الزرارة هادو غادي نبدا نعجل في العجانة في اللول كيكون يعني متوسطة وانا كنجمع اضفت نصف كاس ديال الحليب اخواتي ما تصورش ليها يعني في المقطع ومن بعد غادي نبدا نضيف شوية ديال الماء دافي غادي نضيفه كيس ديال الخميرة كيموية او لا البيكين بودر وزن سبعة جرام او لا ثمانية جرام وانا غادي نضيف في الماء عفوا شوية بشوية رده لبال اخواتي كتبقى على حساب حجم البيض نوعية الدقيق والامتصاص دياله بالنسبة المكونات غادي نشاء الله في صندوق الوصف وغادي نعود نذكركم اخواتي نصف كيلو ديال دقيق الطب نوعية مزيانة نصف كاس ديال سكر ساندة او سكر حبيبت نصف كاس ديال زيت نباتية وكاس ديال عصير البرتقال الحب وحداء ديال البيض وعندنا معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية او الخميرة معجونة وستشي ديال الخميرة كيموية او لا البيكين بودر وسكر منسم بزهرة البرتقال كيبقى اختياري غير وكيت وتغمع المدق ديال البرتقال شوية ديال زرارة خالط ما بين نافع وحبة حلواء والزنجلين العجين ديالنا كيبغي يكون خفيف اخواتي بالنسبة للبريوش باش يكون ناجح وخفيف ضروري من اننا نخفو العجينة ديالنا شوفوا معايا انا كندلك وانا كنضيف شوية ديال الماء كيبقيت لكم انا عجنتها في العجينة العجين كيلتسق فلي الدين ضروري ان العجينة تكون تتلتسق فلي الدين باش هكا تعطينا واحد نتيجة زوينا وشوفوا معايا اللون ديال العجين كيو اللي صفر ومدق ديال البرتقال او المدق ديال البرتقال هنا اخواتي انا ضاعفت الكيمياء ديال العجين اللي بغى تدير نص كيلو ديال دقيق ديره اللي بغى تدير كيلو ديال دقيق داعف المكونات لانها بصراحة واحد المدق اللي زوين كل مدرته هاد البريوش غادي يتكال وتعاودوا تديروه ان شاء الله صفي كان بقى ندلك في العجينة ديالي سواء عجنتها كيف كان اكد اخواتي في العجانة او لا في يعني غير في القصرية او لا في بانيو المهم حاولوا انكم تخفو هاد العجين ديالكم بعد ما كم قس العجينة كتبالية بان باخي خاصها واحد شوية انا غادي نزيدها شوية ديال الماء وندلكها مرة اخرى العجينة ديالنا هادا هي الكتفة او الخفة اللي خاصها تكون عليها كتلتس قفلي الدين اخواتي قد ناخد شوية ديال زيت ناباتية ندهليها لوجه ديالها نغطيها بلاستيك غدائي ونخليها تخمر ويداع في الحجم ديالها ضروري نخليوها في واحد البليسة احتك تخمر ممكن تديروه في واحد البانيو او اللي هادا المهم انا العجينة نديرها على شكل بول او اللي بحال شي بانيو نخليها تخمر فيه شوفوا معي كيف اشكل شي ما شاء الله منسمى بالزرارع وخفيفة غادي نشوفوا معي الخفة ديالها يلا كان العجين ديال البريوش او اللي ديال القرص شوية تقيل ارى ما كيجيكمش اخفيفة نخرج منها الهواء اللي كيكون فيها غير واحد شوية صفي وكندهني ديال بشوية ديال زيت نباتية نستعن بشوية ديال زيت نباتية وكنبدأ نشكل قريصات او لا اكوايرات نغطيو العجينة ديال كم زيان باش كتختامر وكذا بقى الخميرة على حسب الجو الى كالجو ساخن راح كنديرو غير القياس باش ما كتجيش لنا فيها ديك الريحة ديال الحموضة او الريحة ديال الخميرة ولك الجو البارد المهم كيبقى على حسب الجو اخواتي بالنسبة البريوش بمدق البرتقال غير جربوه جربوه تيجي الديد وذكر بحكاس ديال ماء الزهر اللي درنا حتى هو يا ماء الزهر مع زهرة البرتقال مع عصير البرتقال يا سلام اخواتي واحد المدق اللي اكتر من رائع انتو ما شكلوا القريسات او الهد البريوش كل واحد باش كيسميه القرس او للبريوش او للقراشل شكلوا القريسات على حسب الحجم اللي بغيت انتوما انا درتهم بين وبين يعني كي كنقولو كبابرين كناخد الطاوة كنفرش لها ورق المطبخ وكنحطهم من بعدين لانهم كيتضاعف الحجم ديالهم ضروري ان تخليوا بناتهم فراغ حتى كتسالي ورا كيتخرج لكم هاد الكميه اللي ضاعفت انا كتخرج واحد الكميه ما شاء الله الخير والبركة فيها حاولوا انكم ما تدخلوش الزيت العجين ديالكم انتو ما كتشكلوا فيه هاد الكويرات يعني غير يديكم اللي كتدهنوها بشوية ديال الزيت وضروري من هاد الخطوه هاد باش هكما تجيش لكم فيه ديك البضعة الكبيرة او لا البابة كل واحد وش كيسميها مهم ما تكونش لكم فيها في الدخل بزاف ضروري انكم تقرسوهم وما شاء الله شوفوا معي اللون ديالهم كيجي اصفر دهبي بدك القشور ديال البرتقال او لديالليمون والعصير ديال البرتقال صفيوه اخواتي حاولوا انكم تصفيوه ضروري هاد النقطة ما مذكرتهاش صفيو البرتقال كنقرس مزيان بعد ما كيرتاحوا واحد شوية ما كنجي في نسالي انا يعني وانا كنشكلهم كويرات كنرجع انقرسهم خديت هاد الساخ كل هادة اللي كنديرو بها الحرشة غير باش كيقدلي شكل ديالهم يجيو دائريا وممكن تقرسوهم غير بيديكم عادي خليهم حتى كيرتاحوا باش ما هكما تيتعوجوش او لما كيديفورماوش او كيتغير لهم شكل ديالهم خليهم حتى كيرتاحوا غير منك تقرسوهم او كيتقرسو وبكل سهولة عندي هنا يا بيضة نضفت لها شوية ديال قهوة سريعة الدوابان وغادي اندهن بها وغادي اندهن بها الوجه ديال هاد البريوش ممكن تديرو شوية ديال حليب بودرة الرسم علقة ديال حليب بودرة مع هاد البيضة هادي واضطربوها مزيان مع القهوة ديال قهوة سريعة الدوابان لا تخلش لنا الريحة البيض سوف ندهنوه المرة الأولى ونخليه واحد شوية قريبا واحد عشرة دقائق ونعاود ندهنوه المرة الثانية باش كيعطينا داك اللون المحمر وزوين لي كيبالينا في المحلات او لا لي كيكون في المخبزات القراش اللي كنخرجهم الفران الفران البلدي اللون ديال هم محمر يا سلام اكد على انكم دهنوهم مزيان احتمل جوانب لانه من يكي علىه كي بدي يبانو لنا دوكل جوانب بيضين يعني ما مدهونين او ما وصلهمش البيض ارشيت لهم شوية ديال زنجلان عندي هنا يا زنجلان الزنجلان البيض اخواتي كنبغي نوصل لكم كل يعني كل مرحلة وخاك نهضر ونعاود مش مشكلة يعني بالنسبة المبتدئات هكاية كنخليهم اخواتي يختمروا تقريبا 1-15 دقيقة المرحلة المهمة هي اللولة يخمروا فيها فاش كي يكونوا في البانيو يخمروا اكتر من هاد المرحلة تقريبا 1-15 دقيقة تكون كافية سوف يكون شعل الفررر يكون سخون اكد عليها يكون سخون ومشعل عليه من الفق ومن تحت حتى يسخن نقص درجة الحرارة المتوسط و ندخل بريوش يأتي على هذا الشكل بعد ما يطيب ومنه يطيب نخرجه نرميه عليه منيدال او واحد سيربيتا باش ترجع عليه كرتوبية صدقوني من اروع الوصفات اللي ممكن جربو البريوش الفطور الصباح او القوتي مع كويس ديالتي او القهوة ديالعشية يا سلام البريوش بصراحة انا كتمشاه ايش حلو انا كنقول غندير البريوش غندير البريوش ولكن قلت نتقاسمهم معكم اخواتي فضلا ما تنسونيش شكرا من شجاعات ديالكم وبرتجوا الفيديو مع الحباب والمعارف ديالكم لتعم الفائدة على الجميع سوف نعود نفتح معكم بريوش اخر شوفوا معي وخي قرصناهم رماشة الله هادورهم كبارين كي يجيوا رائعين انا متأكدة الوصفة ديال اليوم غادي يتعجبكم يعني اللي جربتوها وكل اخت في ميزان حسناتكم اللي شافت الفيديو ما تنساش ليه لايك الله يرضي عليكم هادا تفاعل مع الفيديو وبهالطريقة كي وصل الاخوات سواء مشتركين في القناة وموصلهمش الاشعار او اللي ما مشتركينش في القناة خليتليكم الراحة وليهنا وراحة البن بس حاول راحة ونطلقا وان شاء الله فيديو جديد شوفوا معي اخواتير اني لم يسرعش الفيديو خليتو كيف هو كنتضغط عليهم وكنعاود نحي ديالي يعني كتعاود ترجع كيف هي ممعجنين ممدقصين وبصحتكم استهلوا كل خير